وبالانتقال لموقع صحيفة السادس والعشرين من سبتمبر حيث علقت بالعناوين التالية ومنها رئيس مجلس القيادة الرئاسية اجتمعوا بوزير الدفاع واللجنة الامنية والعسكرية مجلس الامن يرحب بتسهيل دخول ناقلات النفط الى ميناء الحديدة ويندد بهجمات الحوثيين الاخيرة واستعراضاتهم العسكرية رئيس مجلس القضاء يطلع على سير العمل بمحكمتي استئناف عدن والشعب التجارية تأهيل طريق العلام دوفاس الرابط بين عدن والمحافظات الشرقية